بقى امام عشور وبدايته هتكون عاملة ازاي؟ الكل يعني منتظره منتظر مشاركته خلي بالكم برضو فيه نقطة مهمة جدا امام عشور جه بناء على توصيات كولر وده اهم شيء لان الراجل بقى موجود خلاص كلام ده لو ما فيش مدير فني والادارة قررت انها هجيب امام عشور لا ده هو هنا رقم واحد طلبات كولر رقم واحد امام عشور فبالتالي الاختناع الكبير ومشاركته في الفترة اللي جاية بناء على اقتناعات مدير فني وليست ادارة فقط لان الناس ممكن تقولك ايه لا ده امام عشور جاي عشان النادي الاهلي عايز يجيب امام عشور عشان يضايق النادي المنافس ده الموضوع مش كده الموضوع هنا دلوقتي تتحسب رقم واحد فنيا من خلال مدير فني رقم اتنين امور كتيرة بقى خلي بالك في كرة القدم عشان تكسب امور كتيرة في الكرة والدورة في بعض الامور والسياسات بتستغل لها انك يعني المنافس بتاعك انت بتاخد منه افضل اللعبين هو ممكن ياخد منك بعض اللعبين ويتبقى فيه المنافسة على ده بيحصل في العالم كله يا حقيقة لما نجي نبص برشلونة وريال مدريد منشلسة الانتوال منشلسة الستي وتشلسي والدورة الانجليزة بشكل عام بتلاقي تنافسية عن على اللعبين والبورصة خاصة باللعبين هي دي كرة القدم في العالم كله وبالتالي بتستغل اللعبين اللي بيقولك في انك تكسب المنافس تكسب المنافسين وتكسب البطولات اللي بتشارك فيها وده اللي بيعملوا النادي الاهلي بامكانياته اللي موجودة المادية والجماهيرية والشعبية والامور كثيرة جدا بالنسبة للنادي الاهلي طيب خلينا بقى أنا مع حضراتكم كده واحنا كان يعني بدايتي كان لازم ارحب بامام عشور بوجوده في النادي الاهلي هي برضو هنرحب كل اللعبين اللي ممكن يجوا في الاندية التانية لان زمالك لما هيعلن عن صفقات جديدة هنبتدي برضو نتكلم عليها خلينا مع حضراتكم كده نبتدي باخبارنا النهاردة وخبر